انا عايز اوليكي بس المنظر عامل ازاي بعد ما تسلقت لانها تعال من احنا عشان اخد جيد موز دلوقتي واسلوقة على الهواء لا ده ده اخد وقت بص اللون بتاع الموز عامل ازاي هو الفكرة متاعتها بص اللونها عامل ازاي ما شاء الله دي بقى ايه مسلوقة كده على النار هادية وسايبينها بقى لساعتين شوية شربة تخليهم من الموز محترمين لان الموز فيها حاجات الدهون متاعتها الجيلاتينية الجميلة ديت فبتكون لك شوية شربة تعملوا بهم احلى شوية لسان عصفور في الدنيا او تعملوا بيها مفتة او تسقوا بيهم المحشي فالموز برضو من الحاجات لانه فعى عضم واي حاجة لحم لازق في العضم تغلي منه احلى شربة اللي هو الزفر الحقيقي تقدرين تتغليها من الموز ديت هيحنا جبناها وحطناها في مياه سخنة الاول بتغلي وحطينا البصلية وحطينا جزر طماطم مبشورة والملح والفلفل اخر حاجة حطيت بس شوية الفل في الحبوب حطيت عقود كرافس صغير وسبتها تغلي مع نفسها وبعد كده حطينا الحب هنا وحطينا عليها خالص لحد ما بدأت اللي هي تستيوه معايا وبعد ما تستيوه هنبدأ اللي احنا هنشتغل ان شاء الله بيها توهي بتغلي لو طلعت اي ريم ولا اي حاجة كده من على شوية حاجات كده طلعة على الوش بتشيليها عندك بالمغرفة لحد ما تبقى الشرب عندك والموز عندك بالشكل اللي حادث كده شايفان تمام جدا بنعمل لها صص حلو جدا اللي هو صص اللمون المعصفر ايه هنشوف الرز الاول تمام يلا المقادير قدام حضرتك هيا اه خلينا في الرز بس الاول عندي نص كيلو رز بسمتي وبعد كده هوت عندي مكعب ملأ بصل مفرومة طلاتة فلفل الوان زي الدرة ماء مغلية نص مكعب ملأ سبع بهارات عندي شوية كركم وشوية كاري وشوية ملح وفلفل ده الرز بتاع الموز حلو الكلام طيب ازاي بقى بنقدر ان احنا نعمله مع بعض اول حاجة بجيب عندي الحلة حلة اسلامبوش الجميلة اللي عندي دياتها على النار وبخليها تسخن كويس جدا عندي نحط عندي شوية زيت صغيرين نسيبنا رحم ورحيم وبعد كده بقى نحط عندي البصل المفروم ونخلي البصلية ديت عندي على النار لحد ما تبدأ اللي هي ايه تاخد اللون متاعها الطاجن ده سهل قوي وفي نفس الوقت لو في عزومة حيرفع راسك يعني الطاجن احنا بنعمله ده فرجع عليه بس للاخر ولو هو في عزومة فعلا حاجة ترفع راسك الموز هتسلقيها وتخلص التسوية متاعتها تماما بتعرفها منين اللي هي استوت بتبان اصلا من اللحم تلاقي بدأت اللحم متاعها يتجمع في حتة واحدة عند الراس تعرف اللي هي خلاص بدأت اللي هي تخش في التسوية متاعتها وتمسك حتة لحمة كده تلاقي نصارك معاك فتلاقي نصارك معاك تماما هنا البصل ههوط المكعب مرأ عشان تحمر معايا وتديني الطعم المسكر اللي أنا عايزه بعد كده بقوم جايب عندي فلفل الوان شريحة كده وشريحة كده أصفر وأحمر وأغدر أفرمهم فارم ناعم آهو زي قدام حضراتكم زي ما انتم شايفين ناخد الكلام ده كله ونروح فين عندي على البصل ده فلفل الألوان اللي عندنا تمام البصل والفلفل الألوان مع بعض تمام طاجن سهل جدا نقدر ان احنا نعمله مع بعض طيب أحط عندي شوية كرات مفرومين تمام والرز البسماتي بكون شاطفة عندي بمية ماستعجلش على البصلية واسبها براحيتها خالص لحد ما تتضبت معايا وهي يعني بحرقها كده على النار أو بدبينها على النار بقوم حد طلقها شوية كركم صغيرين وبعد كده السبع بوهرات وشوية كرس غيرين هحط عندي رز البسماتي اللي غسلناه تمام واي رز عندي بسماتي غسلتيه ما تحاوليش تقليبي في كتير هو مش رز بلدي عشان ما يتكسرش منك يدوبة قوة تقليبتين كنين مع مجموعة البوهرات اللي عندي دي وفي الناس على فكرة ايه بتاخد الرز ده بتطفيك فحمية لو عندك فحمية عايزة طفيها بس بعد ايه بعد ما يخلص بعد ما يستوه معايا تيوبوا مواخد الكلام ده كله بسم الله الرحمن الرحيم خاطر المياه السخنة ها نا هو حلوة والبسماتي ده لان السبع بوهرات والكاري والكركم وكل فيه عمل فيه شغل عالي ها نا هو حلوة ده بس بط عليه لحد ما يبدأ اللي هو يكمل التسوية متاعته حبيبي يا حمي تعالوا بقى نشوف عندنا بقى ايه السوس اللي احنا هنعمله اللي هو باللمون المعصفر اللي انا حط في الموز انا حاطت عندي هنا توقع عندي على النار او طاصة كبيرة مثلا حط عندي شوية زيت صغيرين تمام بعد كده ده بعد ما الموزة تخلص هضفهم فيها واكمرهم كده شوية وبعد كده هنبدأ نركب الطاجم بتاعنا هندي بصل مفروم كرات هجيب الكرات هخسله كواس جدا الحاجة قدامها ده قوطاج الموز اكتبوا المقادير بس معين يا خلي بالك انا مش من هوات اللي انت تكتبي مقادير للسخن اه انا من هوات اللي انت تفهمي الحاجة اللي احنا بنشتغل بيها افضل مقادير الحلو هي اللي تتكتب ويالي تتصور اه في ناس عشان ما تنساش تكتب الخطوات مفيش مشكلة انت بالموبايل دلوقتي كل الموبايلات دلوقتي بتصور ما متعاميش نفسك وتكتبي كان زمان يقولك اكتبي دلوقتي لا ما فيش كتابة انت بتاخد الموبايل وتصوري الحاجة وحتى ما اكتبها بالمقادير بكل حاجة موضوع اسهل بكتير قوي حتى لما تيجي تصوري اعملي الحاجة اللي بقولك عليها داية انت عجبك حاجة مثلا من اي شاف انت بتكتبي المقادير بتصوريها بعد ما تصوريها حديك بتاخدي الطبق النهائي في الاخر الكاميرا بتجيبهولك بتصوريه بتحطيه عندك وتحفظيه عندك في الموبايل اي وقت تطلعي عارفة الصورة دي وعارفة المقادير دي ده اثر حاجة بصراحة شوية كرات مفرومين ودي طبعا ايه انا هتاخد وقت معي على ايه على ما تزبط معي كده ونبدأ اللي هي تدبل معي كواس جدا الرز تمام تعالوا بقى ناخد شوية شربة من هنا ونبدأ نحطهم فين على البصل وهو شغال بص ركزي بس في الصوص دا شوية عشان الصوص دا هيجيبك قوي كل شوية كده نقوم حطين ايه شوية شربة من المواس ديت حطناهم فين على البصل ونبدأ اللي احنا نقلب بص البصل ايه بعتعامنا ازاي باشا ماشي لا دا واخدة ايه دا واخدة السوص متاع البصل انا بعمل اخد البهريز اللي فوق متاعة الموز وتبقى مواخدها كده وحطاها فين على البصلية اهو بص يتاخد شوية دون نلا عليك بص يا باشا بقى ايه اللمون المعصفر احلى صوص في الدنيا الله العظيمة تستمتع بيه قوي لمون المعصفر دا المزازة بقى مع الموز هيودك بحطة تانية بص بقى شوية توم شرايح بص نتنين توم شرايح كده ندبلهم معاهم تمام التمام هنا نبص كده ندي بصة كده ايه على الرز يعيني على الرز نسيبها كده ايه نديوله تقليبة بسم الله الرحمن الرحيم ويكمل التسوية هنا مفيش ملح هنضيف اي ملح خالص خلي بالك لان اللمون المعصفر بملح فمش هنضيف ملح خالص لأي حاجة تمام التمام تعالوا ناخد عندنا شوية بسيطة جدا من بشر الطماطم ومعلاقة صويرة من صلصة الطماطم عليها بس ونقوم سايبين الصلصة دا القصص دا عندي على النار هحطوله شوية دلوقتي من الشربة واسيبه عندي على النار لحد ما يبدأ اللي هو يتصفى معي كويس جدا جس باشا بقى نفسه بقى يعيش وبعد ما يخلص هقولك هيبقى عامل ازاي عايز بقى نعمل تست عليه دلوقتي كده ونشوفه بالمعلقة نشوفه ايه الأخبار بالملح يعني فوق العلامي شوية فوق العلامي التست والله يا حلوة قوي بس لسه هيقصر بقى سيبينه سيبينه عن نفسه بقى جربيه وان شاء الله هيعجبك لسه دا هيتاخد معدية ويتقلب وبتاعه وهي دسه دا يتسبك شوية على النار وهتشوفها يبقى عامل ويجيب عندي بقى الموز بتاعتنا قدام حضرتك الجديد اهي ماشاء الله دا مهلبية دا مهلبية باللوز بصي بص عامل ازاي والله يا مهلبية خالص يعني خالص خالص يعني فيش كل مستوي اللي فيها اهي بص عامل ازاي جرد ما تفتحها تلاقى كلها روحت معاك شوية توصص بقى المحترمين دول اللي احنا عاملينهم هنقوم واخدينهم كده عليها من فوق هنقوم رايحين فين عندي على الفرن يتحمروا معايا لمون المعاصفر طبعا انت مش هتحس بيه ولو انت بتاكلل ايه الحتة اللحمة ديت تحس بالطعم الجميل الحاجة انا حاطت بس معلقة كوركم صغيرة وقوي على الحاجة ديت تمام؟ هناخدهم بقى ونروح عندي على الفرن درجة حرارة عالية وخلي اخد الوش بقى يحمروا معايا براحته بعد ما تحمرت معايا انا هو الفرن دي مالها يا جماعة ببقيتش ازاي او اللي خطة هنا طيب على ما نشوف الموضوع دي بقى ماشي ازاي رص يا باش هنرز بقى اهو على دي على العيش نفسه العيش ده اللي اخد المحمرة موضوع كبير يعني الهدف اتواجين دهو اتواجين دهو اللحمة حمدي بص 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 الله اكبر نازل ايه تقدم كده ايه بالهنة والشفا زي ما حضراتك كده شايفين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة